السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا المطأ سنتناول موضوع التقدير الاحصائي مجالات الثقة كيف نتعامل مع موضوع التقدير الاحصائي أولا ما معنى كلمة تقدير احصائي أغلب الدراسات نحن لا نستطيع نعرف القيمة الحقيقية لما علمت المجتمع يعني مثلا أنا عندي فرضا طلاب المرحلة الثانوية في دولة ما جميع الطلاب أنا جميع الطلاب ما عندي قدرة أن أعمل دراسة على علاماتهم على مستواهم فجيت أخذت عينة من خلال هالعينة بدي أحسن أقدر معالم المجتمع الأساسي يعني من خلال هالعينة لأقدر متوسط علامات المجتمع متوسط المستوى العام تبع المجتمع يجب أن يكون لدينا بيانات عن كل مفردات المجتمع دون استثناء ولكن بأغلب الدراسات نحن نحسن نجمع البيانات من كل المجتمع من أجل ذلك نحن نلجأ لإستنتاج الإحصائي وهون راح نحكي عن كيفية تقدير المعالم المجهولة منقدر مثل الوسط الحسابي التباين أي مقياس لازمني بحسن أقدره من خلال بيانات العينة نحن نعلم للتقدير في نوعين أما منقدر بقيمة أو منقدر بفترة التقدير الأحصائي نوعين التقدير بقيمة أو التقدير بفترة بالبداية التقدير بقيمة ما هو المقصود بالتقدير بقيمة؟ نحن نأخذ بيانات العينة من خلال هالعينة نحسب مثلا متوسط العينة منقول متوسط للمجتمع الأساسي هو يساوي متوسط العينة هذا اسمه تقدير بقيمة للعينة نفس الحكي التباين أو أي معلمة لازمتنا يعني متوسط المجتمع المقدر هو نفسه متوسط العيني هذا هو التقدير بقيمة تباين المجتمع المقدر هو نفسه تباين العيني هنا لدينا مثال أعطينا بهذا المثال أردنا إذا سحبنا عينة عشوائية هالعينة تشمل عشر عائلات وعطينا الإنفاق لكل عائلة من هالعائلات من خلال هالبيانات أردنا أن يقدر متوسط كل العائلات بقيمة نجي منقول متوسط المجتمع المقدر ميو فوق 8 8 يعني تقدير يعني هاي متوسط المجتمع المقدر يساوي متوسط العينة اللي هو مجموعة الأعداد على عدد مجموعة 240 زائد 200 زائد 255 إلى 120 جمعناه كلهم قسمة 10 عطتنا 2070 على 10 207 أي أن متوسط المجتمع المقدر بقيمة هو 207 طلعا معناه المتوسط 207 هذا هو النوع اللي هو التقدير بقيمة مثل ما أننا ملاحظين هو نوع جدا سهل وبسيط مباشرة بدنا المتوسط نأخذ مجموعة الأعداد على عددهم وبيعطينا متوسط المجتمع المقدر بقيمة هلا نحكي على التقدير بفترة التقدير بفترة نميز حالتين أول حاله بيكون عندي تباين المجتمع معلوم بالحال الأولى بيكون عندي تباين المجتمع معلوم وبالحال الثاني بيكون تباين المجتمع مجهول إذا كان تباين المجتمع معلوم بيكون الحد الأدنى لفترة الثقة هو متوسط العينة ناقص قيمة Z هذه القيمة adjacent هذه القيمة الطاقة في المسألة ضرب Board تحت الجزر تباين العينة عفوا تباين المجتمع سجمة تربيع تباين المجتمع مقسوم على عدد مفردات العينة حد الأعلى نفس القانون تماما ولكن زائد إذن الفترة كيف سيكون شكلها الحد الأدنى هم نحطه في واصله حد الأعلى لما يكون تباين المجتمع مجهول نفس القانون تماما ولكن نستعيد عن زد بT T ألف على اثنين هل من خلال المسائل سنوضح كيف طال هاي القيمة T ألف على اثنين إن نائس واحد عدد درجات حرية وحجم العيني نائس واحد بتحت الجزر تباين العينة قسمة حجم العينة حد الأعلى نفس القانون ولكن زائد دعونا نوضح تقدير بفترة من خلال أمثلة أمثلة أوضح أقول لي إذا علمت أن تباين أوزان كل الطلبة بدي معي المسألة بتباين أوزان كل الطلبة دائما لما بيعطيني تباين أوزان المجتمع الكلي إذن هون تباين المجتمع معلوم قال لي تباين أوزان كل الطلبة يعطاني تباين المجتمع 144 إذن سيجمة تربية 144 هي تباين المجتمع سحبنا لأنه هنا العينة سحبنا من هؤلاء الطلبة العينة تشمل 100 طالب حجم العينة 100 طالب وسط الحساب لأوزانها العينة 64 إذن سيجمة تربيع للمجتمع 144 حجم العينة 100 ومتوسط العينة 64 أبلي من خلال هذه البيانات قدر الوسط الحساب لأوزان كل الطلبة وذلك باستخدام فترة ثقة بمستوى 99% من شويه حكينا إنه هون نحن نستخدم توزيع زد ليش توزيع زد؟ لأنه تباين المجتمع معلوم ضلع لنا الشيء الدليل تباع زد زد تحت هون بيكون فيه رقم اللي هو ألفة على اثنين الشيء الألفة الألفة دائما هي كمالة هذا الرقم للمية بالمية يعني التسعة وتسعين من مية ما هو المقدار اللي بيخليها مية بالمية؟ واحد بالمية إذن الألفة هي واحد بالمية الألفة هي تكملة هذا الرقم إذا قال لي 95% الألفة خمسة من مية قالت تسعين الألفة عشرة بالمية الألفة هي اللي بتكملنا هذا الرقم تباع مستوى ثقة إذن الألفة هون عندي إياها واحد من مية ألفة على تنين واحد من مية على تنين تعطينا خمسة بالألف إذن لازمنا زد 0.05 هذه القيمة تعطيلي في المسألة قيمة هاي 2.58 إذن حاليا نحن نجي للحال قلنا أن تباين المجتمع معلوم ويساوي 144 سنستخدم توزيع Z مباشرة نحن نقوم بالقانون X خط حد الأدنى X خط اللي هو متوسط العينة 64 ناقص Z اللي هي 2.58 بتحت الجزر التباين 144 على حجم العينة اللي هو 100 حد الأدنى حد الأدنى على نفس القانون تماما ولكن عوضناه عوض ناقص حطينا زائد X خط زائد Z2002 بتحت الجزر سيجمتر B على N 64 زائد 2.58 بتحت الجزر 144 على 100 حد الأدنى 60.904 لأعلى 67.096 إعادة سريعة للمسألة بدي معي بالمسألة اعطاني تباين المستمع اعطاني التباين لكل 144 بعدين نقلل العينة إن صغيرة 100 وسط العينة 64 طلب مننا أنه نقدر الوسط الحسابي باستخدام مستوى عوضناه مباشرة حد الأدنى X خط ناقص Z تحت الجزر سيجمتر B على N حد الأعلى زائد طلب معي مجال ثقة يعني متوسط المجتمع العام متوسط لكل تباع أوزان كل الطلاب موجود ضمن هذا المجال بمستوى ثقة 99 يعني 99 بالمية المتوسط لازم يكون ضمن هذا المجال شوى احتمال أنه يكون برات هذا المجال احتمال أنه يكون برات هذا المجال هو 1 مية إذن هذا مستوى ثقة بطول باحتمال قدره 99 بالمية إذا طلب مننا في المسألة طول فترة الثقة طول المجال هذا الطول مباشرة نأخذ الحد الأعلى ناقصان الحد الأدنى ننتقل لتمرين آخر لتوضح فكرة إذا كان المبلغ المودع في الحسابات التجارية في إحدى المصارف يتبع توزيعا ما بانحراف معيار قدره 3150 ملاحظة هون المواطن انحراف تباع المجتمع إذا عندي انحراف المجتمع بيكون التباين مربعه إذن الانحراف 3150 التباين رح يكون 3150 تربيع هون تباين مجتمع معطى اعطاني التباين العام اعطاني انحراف العام إذن التباين مربع بعدين نقل العينة تشمل 100 حساب إذن إن صغيرة 100 ووسط هالم مئة حساب هو 8525 طلب منها نقدر باستخدام فترة ثقة 95 إذا هاي 95 للألف كام الألف هي اللي بتكمل على 100 بالمية 95 كم تحتاج لتصير 100 تحتاج 5 إذن الألف هي 5 بالمية ألف على 2 ستطلع معي 0.025 هاي قيمة وطالي في المسألة إعادة سريعة عطانا الانحراف المعياري العام الانحراف المعياري 3150 إذن تباين والمجتمع راح كون 3150 تربيع أخذ عينة حجمة 100 إذن 2 صغيرة 100 الوسط الحساب للعينة 8525 مطلوب مننا التقدير باستخدام فاتر التقار 95 إذن للألف خمسة بالمية ألف على 2 0.025 قيمة 1.96 لان نعوض بالقانون الحد الأدنى هو X خط ناقص Z ألف على 2 بتحت الجزء سيجمتر بي على عين X خط مطالي في المسألة 8525 ناقص قيمة Z عن 1.6 90 بتحت الجزر هي سيجمتر بي على N أطاني الحد الأدنى 7907.600 حد الأعلى نفسه تماما ولكن عوضنا زائد طلع معي هذا الحد الأعلى 9142.400 إذن مجال الثقة هذا هو هذا المجال احتمال أنه يكون متوسط المجتمع خداله ضمنه موجود احتماله 95% إذن هذا مجال الثقة عنده مستوى ثقة 95% احتمال أنه يكون متوسط المجتمع خارج هذا المجال 5% بهذا المثال ناولنا تباين المجتمع معلوم ووضح كيف نستخدم زد سنروح في حال تباين المجتمع مجهول ناول هالمسألة لذا علمت أنه خلال فترة معينة كانت أوزان كياس الماكرون المصنعة في إحدى المصانع تتبع توزيعا طبيعيا هم أعطاني التباين نعني مباشرة على العينة سحبنا من هذا المجتمع عينة تشمل 25 إذن النصغير 25 وجدنا أن الوسط الحسابي لأوزان الأكياس المسحوبة إذن متوسط العينة 498.25 بتباين تباين العينة استربيع 1.69 هون أعطاني حجم العينة وسط العينة تباين العينة يعني المجتمع تباين مجهول طالما مننا نقدر متوسط أوزان عند مستوى 90 إذن هذه 90 ما معنا الألفة الألفة إذن 10 10 بالمية 1000 على 12 10 بالمية على 2 أعطينا 5 بالمية عدد درجات الحرية وليس حجم العينة 25 ناعم 1 هذا القيم ليس 11 711 وقال فترة الثقة لحد الأدنى لما يكون تباين المجتمع مجهول مثل ما لاحظنا نحن نستخدم T هو X خط متوسط العينة ناقص T ألف على اثنين بدرجات الحرية كم درجات الحرية عندنا أي ناقص واحد مضروبا بتحت الجزر تباين العينة على حجمه متوسط العينة 498.25 ناقص قيمة T 1.711 در تحت الجزر تباين العينة 1.69 على حجم العينة طلع معنا هون 497.81 الحد الأعلى نفسه تماما ولكن هون عوضنا زائد هذا الرقم هون رح يطلع 98.96 هذا الرقم فيه غلط إذا حسبناه رح يطلع 498.96 إذن مجال الثقة 497.81 4.898.96 عنده مستوى ثقة 90 من 100 يعني هون احتمال يكون المتوسط ضمن هالمجال هو 90 بالمية واحتمال الخطأ 10 بالمية من الآن إلى مثال أخير في هذا المثال أعطاني قيمة المبيعات اليومية خلال 8 أيام أعطاني قيمة المبيعات خلال 8 أيام ولكن بهذا المثال ما أعطاني لا متوسط لا تباين وإنما أعطانا العينة العينة هاي مفرداتها 173 124 4 130 180.75 84 132.5 99 145 أعطاني العينة وطلب منها أنه طالع فترة الثقة عنده 95 بالمية أول شيء 95 شاءتكملتها 5 بالمية 95 بكملة للمية 5 إذا لازم نتي 0.05 0.05 0.25 درجات الحرية 8 نائس 1 7 هي قيمة تيلزمنا من خلال هذه العينة سنوجد متوسط العينة وتباين العينة قانون المتوسط الحسابي مجموعة الأعداد على عدد إذا جمعنا هالأعداد الـ 8 وقسمناه على 8 سيطلع قيمة المتوسط الحسابي 133 إذن طالعنا X 133 بقي لدينا حساب التباين قانون التباين هو مجموع كل قيمة ناقصا المتوسط الحسابي تربية على عدد القيم نائس 1 نجي على القيمة الأولى نطرح من المتوسط الحسابي 133 تربية زائد قيمة الثانية نطرح منها 133 تربية زائد قيمة الثالثة نطرح منها متوسط الحسابي تربية إلى آخر قيمة ناقص متوسط الحسابي تربية كلهم على عدد ناقص واحد يعني على 8 ناقص واحد تباين العينة 1082 بوينت 73 ناقص 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 تربية حد الأدنى خط ناقص T الفاعة 2 إن ناقص 1 بتحت الجز الاستربي على N ويساوي 133 ناقص قيمة T 2.365 بتحت الجز الاستربي على N وطلع معنى 105.49 حد الأعلى نفسه تماما ولكن هون عنا هي زائد تصير وليس ناقص وهذه سوف تصبح زائد وطلع معنى الناتج 160.50 ناقص ناقص وصلنا لنهاية هذا الدرس إن شاء الله بالفيديو القادم سننزل إعادة سريعة وتتم تشرح للباب هذا يعادة سريعة لجميع الأمثلة وشرح سريعة لها بالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته